أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تشهد على الدوام المزيد من التقدم والنماء على كافة الأسعداء مبديا جلالته ارتياحه للمصار المتطور الذي تشهده العلاقات البحرينية البريطانية بما يجسد حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى أفاق أرحب وأفضل المستويات جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية هذا اليوم بحضور صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفدا من أعضاء حزب العمال من مجلسي العموم واللوردات بالبرلمان البريطاني بمناسبة زيارته لمملكة البحرين يرافقهم معالي سيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب وسعادة سيد عادل بن عبد الرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وقد رحب جلالة العهل المفدى بزيارة الوفد وما تمثله من أهمية كبيرة على صعيد تنمية أواصر التعاون والصداقة التاريخية التي تربط البلدين في كافة المجالات وأكد جلالته على الدور البارز الذي تقوم به المجالس النيابية في تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل زيارات بين الوفود البرلمانية لما لها من دور هام في تعزيز التعاون البرلماني وإتاحة الفرصة للتعرف على الخبرات والتجارب البرلمانية معربا جلالته أيده الله عن اعتزازه بالسلطة التشريعية في مملكة البحرين وأدائها الرقابي والتشريعي ومساهمتها في التعاون مع جهود الحكومة في عملية التنمية الشاملة وسعيها الدائم إلى تعزيز العلاقات مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز المسيرة الديمقراطية في البحرين كما أكد جلالته حفظه الله خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية البريطانية تتميز دائما بعراقتها وخصوصيتها في ظل ما يربط البلدين والشعبين الصديقين مع علاقات متميزة وما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق تجاه العديد من القضايا الأقليمية والدولية وقد استعرض جلالة العهل المفدى مع الوفد البرلماني البريطاني الزائر عددا من القضايا السياسية والتطورات على الصعيدين الأقليمي والدولي وغيرها من المسائل موضع الاهتمام المشترك وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها ترجمة نانسي قنقر